كلنا نفسنا أن صوتنا يبقى جميل جداً في قراءات القرآن الكريم لو عاود صوتك يكون كويس وجميل في قراءات القرآن الكريم اتعلم التجويد وأتقن التجويد زي ما الإمام من الجزر قال بالضبط وهو أيضاً حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة القرآن للبشر كلهم والبشر كلهم صوتهم مش حلو لكن يتناسب مع البشر كلهم عشان صوتك يبقى جميل في قراءات القرآن أتقن التجويد أتقن التجويد أتقن التجويد عشان صوتك يبقى جميل جدا في قراءات القرآن الكريم تعلم التجويد واتكن التجويد ويبقى صوتك اجمل صوت في قراءات القرآن الكريم